وانطلاقا من إيمانها بأهمية التغيير الإيجابي عبر تطوير نماذج تنموية مستدامة تقوم بالتصدي للتحديات التي تؤثر على حياة الأردنيين اليومية وذلك من خلال برامج ومبادرات تتمحور حول حماية الطفل وتمكين المجتمعات معنا اليوم سعادة الأستاذ ديزار الصليبي مدير مشاريع في مؤسسة نهر الأردن التي تترأسها جلالة الملك رانياء العبدالله يسعد صباحك ساعتك أهل وسهلا صباح الخير كيف حالكم أهل وسهلا الحمد لله تمام يسعد صباحا صباح لور ساعتك طبعا بداية قبل ما نبلش حابين نعرض عليك فيديو عن إنجازات المؤسسة في 2020 خلينا نشوف الفيديو ويراجعين صوتك راحة سي صوتك راحة ساعتك صوتك راحة سي اشتركوا في القناة 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 ولكن هما بشكل عام وين ما فيه طلب على هاي المنتجات قاعدين بتوسعوا وبلش بالشرق الأوسط وحاليا طلعوا لدول يعني على مصهول العالم ساعتك قبل شوي حكيت أنه كمان فيه مشاريع عم تطبق بالمحافظات نحكي لنا أكتر عن هاي المشاريع تمام مؤسسة نهر أردن تنفذ مجموعة من المشاريع يمكن أهم من المشاريع اللي مؤخرا بلش تركز عليها المؤسسة وبرنامجة مكين المجتمعات هو نهج الانتشار من الفقر هذا المحور هو محور رئيسي ومهم نحن متعاون فيه مع صندوق المعونة الوطنية بشكل رئيسي بحيث أنه مستفدين صندوق المعونة الوطنية نحاول نقدم لهم الدعم والخدمة اللازمة ومن اسم التدخل هو الانتشار من الفقر نحاول قدر الإمكان نرفع من سوية الأسرة بشكل عام هذا التدخل بيكون تدخل شامل للأسرة بنسميه الهوليستيك أبروش بيكون من خلاله تقديم دعم تمكين اقتصادي للأسرة العمل مع الأسرة على الإرشاد النفسي التوعية بشكل عام بكل شرائح الأسرة يعني نحن بنشتغل مع الأسرة مع الطفل مع الشاب مع ولي الأمر من الشخص المسؤول داخل الأسرة في بعض الأحيان عندك أرامل مطلقات ما في حدا باعتمدوا عليه فابدك شوف كيف ممكن أن تزودهم بأدوات ممكن تساعدهم خلال التنفيذ يعني للأسف حاليا يمكن مش قادرين نوصل لشريحة كبيرة يعني يمكن هي إذا نطلع على أرقام قاعدين بنحكي على حوالي 3500 أسرة مستفيدة من هذا البرنامج فقط ولكن نتطلع أن نتوسع بهذا البرنامج نوصل لعدد أسر أكبر لأنه بتشغل أنت بتشغل على توعية أسرة بالكامل بناء قدرتها وبعدين نشغل على محوريا نشغل على موضوع التوظيف إذا كان فيه شخص مؤهل داخل الأسرة كيف ممكن نربطه أو نشبكه بفرصة عمل بنقدم له التدريب المهني اللازم في حال عنده مهارة معينة حرفة معينة بالإضافة لباقي أعضاء الأسرة السيدة اللي ما بتقدر تطلع من بيتها عندها مسؤولية عندها أولاد ممكن تكون كمان تشتغل خلينا نحكي مشروع صغير داخل البيت بتقدر تأمن من خلاله داخل الشباب والشابات الموجودين داخل هاي الأسر بدنا نحاول خلينا نحكي نقلل من اتكالية الأسرة على هذا الشاب خلينا نحكي يبلش يأسس حاله ببلش يطلع لأنه بدرجع يفتح كمان بيت إلو حاله فبنشتغل تدخلين مع كل واحدة من هاي الأسر المستهدفة وزي ما حكينا أحيانا بعض الفئات ما بتلاقي ما بيكون عندهم المهارة الكافية فاحنا كمان بنزودهم بالتعاون طبعا مع شركاء المختلفين بدورات حرفية مهنية مختلفة يعني سعدتك كثير حلو انكم انتم شاملين كل أفراد الأسرة صحيح؟ مية بالمية يعني احنا برامجنا بتستهدف كل أفراد الأسرة زي ما حكينا يعني حتى على البرنامج الآخر بننفذ المؤسسة اللي هو حماية الأسرة والطفل بنستهدفهم ببرامج تدخلات متخصصة في حال يعني وجدنا في بعض الأسر حالات عنف أو أي نوع من إساءة المعاملة داخل الأسرة فبيتم حالتها للأشخاص المختصة سعدتك ذكرنا الشباب والشباب هم مستقبلنا ففيه برضو من برامج المؤسسة اللي هي تطوير قدرات الشباب صحي فإردت تحكي لنا أكتر طبعاً الشباب طبعاً احنا فيه عندنا مجموعة من المشاريع اللي بتستهدف الشباب حالياً قاعدين مركز بشكل كبير على الموضيع تعلق بالابتكار الاجتماعي والابتكار الاجتماعي والابتكار الاجتماعي فقط على نظري إحنا قاعدين نزود الشباب بأدوات موجودة بين إيديهم في عنا مشاغل متحركة لتوسع مدارك الشباب بنشتغل بمختلف أنواع اللي ممكن تحفز الابتكار عند الشباب بنصمم مبادرات معهم في عنا أشيء كثير مهم بنفذو الشباب أنفسهم بالمجتمعات بيعملوا مسح سريع لمناطقهم بتعرفوا على إيش الموارد الموجودة داخل المنطقة اللي هما ممكن يبنوا عليها ويستفيدوا منها هذا موظفي المؤسسة بيكون هما خلينا نحكي بيعملوا الإرشاد العام إليهم ولكن الشباب نفسهم هما اللي بنفذوه يعني إحنا خلينا نحكي على ست محافظات يمكن نشتغلنا فيها خلال الفترة الماضية شارك ما لا يقل عن ستمائة شاب بهذا المسح الميداني بيلفوا بتعرفوا على الموارد الموجودة عندهم بيسوقوها لبقية الشباب لأنه بعض الأحيان أنت بتسأل بيجي شاب بنكون ببعض الزيارات الميدانية بيقول لك والله أنا عندي مشروع بدي أقدم على قرض ومش عارف وين أروح ومش عارف وين أروح عندي فكرة وبيدي حدا يساعدني كيف أطور هاي الفكرة ومش عارف وين أروح بيفكر أنه أغلب الخدمات أو تمركز الخدمات فقط بعمان وأنه إحنا ممكن نساعد بعمان ولكن لما طلعوا الشباب وشافوا المشاريع الأخرى الموجودة داخل المنطقة الموسطات الثانية الموجودة داخل منطقتهم عرفوا أنه في بعض الأشياء وقريبة منهم بس مشكلتها بيعني أو خلينا نحكي العائق أمامها هو الوصول لهاي الفئة من الشباب والحمد لله يعني إحنا عنا قدرة للوصول لعدد كبير من الشباب يعني المشروعنا اللي قاعدين بنفذوا حاليا مع الشباب بستة محافظات بستهدف حوالي 7500 شب ما شاء الله فهذا الرقم رح يكون يستفيد من مجموعة من الخدمات في عنا حاضينات ابتكار اجتماعي كمان موجودة هي بتحفز الشباب يجي بتقدم له الدعم والإرشاد اللازم بوجهه وين ممكن يروح يستفيد من الخدمات المختلفة الحلوة الموضوع كمان أنكم أنتو عم تعطوا مجال لشبه حتى يكتشفوا شو بده أو يكتشف السوق بشكل عام يعني ما عم تقدمونه للخدمة أنتو بشكل جاهز لا برضو أنتو عم تعطوه هيك يحسب المسئولية شوي لك أنت دور أنت أعرف شو بدك وإحنا بنساعدك بهذا الموضوع 100% يعني إحنا قدر الإمكان حاول نوعي الشباب بموضوع أنه إحنا سواء المنح اللي بتقدمها المؤسسة هي مجرد أدوات يعني هي وسيلة يعني أنا مش الهدف أنك تأخذ المنحة أنا الهدف أنك تدخل بالبرامج المختلفة اللي بتقدمها المؤسسة توسع المدارك الموجودة تعرف على الفرص الأخرى اللي موجودة ما بتقدر تدعم للكل يعني لو إحنا بنحكي فقط على هاي على مشروع واحد في 7500 شاب ما بتقدر تقدم لهم الدعم كلهم أو ألف دينار لكل واحد بدك مبلغ كبير فعشان هيك إحنا بنحاول نوعي الشباب بهذا الموضوع قديش أنت ممكن تستفيد من الخدمات المختلفة يعني بنحكي على فرص التدريب اللي بتقدم لو أنت بدك تأخذها على حسابك قديش ممكن تكلفك قديش أنت اشتراكك بمثل هاي البرامج بوسع عندك الأفق بيخليك تعرف على أشخاص آخرين مؤسسات أخرى ممكن أنت تعاون تفتح لك بواب جديد يعني أبواب المؤسسة مفتوحة لكل عائلة أو لكل ست أو لكل شاب أردني موجود مئة بالمئة ما في فئة مستهدفة معينة إحنا يعني عشان برضو نحط الأمور بالنصابها ما في حدا بيقدر يشتغل مع كل بشكل عام بطريقة بطريقة مفتوحة أحيانا بتحكمك الإمكانيات اللي موجودة داخل مؤسسة نتمنى يكون عندنا تمويل أكبر اللي إحنا نقدر نوصل لكل حدا ولكن حاليا يتم ترتيب أولويات التدخلات المستفيدين بيتم تقييم المستفيدين الموجودين بكل محافظة المحافظة بنعملهم نظام تقييم لهاي الأسر حسب درجة التهميش درجة الضرر اللي موجودة اللي ممكن يحدث على هاي الأسرة فنرتبهم حسب الأولوية بنشوف مثلا أنا عندي إمكانيات أتعامل مع 500 أسرة فبستهدف 500 أسرة حسب أولوية الداخلات والإمكانيات الموجودة ساعدتك حكينا عن تمكين المرأة وتمكين الشباب وعن كل أفراد الأسرة خلينا نحكي بنطاق أوسع شو دور المؤسسة بدعم الاقتصاد تمام يعني يعني يمكن شوي مصطلح كبير أنه دعم الاقتصاد نحن بنساهم قدر الإمكان ب زي ما حكيت قبل شوي بأنه نكون في عنا تدخلات على مستوى المحافظات بحيث تحرك عجلة الاقتصاد الموجودة داخل المنطقة يعني أنا في بعض الخدمات تنقص في بعض المناطق الموجودة لما أنا أسس مثلا بيوت مجموعة من الأسر بتستقبل السياح بهذه المنطقة بيكون عندهم الإمكانيات لإستقبال مجموعة كبيرة من السياح بيكون فيه مسارات بيكون لما يكون السائح واصل المنطقة فيه خدمات بتقدم لوجبة فطور ووجبة غدا ضيافة استراحة متنزة فهي بتحرك عجلة الاقتصاد بشكل عام كدور يعني كحجم مشاريع أنه أحكي على الاقتصاد بشكل كبير يعني يمكن شوي صعبة بنحكي على مستوى الأسر اللي إحنا موجودة شوي كل ما فيه ضخ فلوس بالمشاريع اللي تم تمويلها بيكون فيه تحريك للعجلة الاقتصادية على مستوى المحافظات أشي ثاني إحنا بنحاول قدر الإمكان يعني ما بدي أحكي يمكن نحد الأسر ولكن قدر الإمكان بنحاول يخلهم يشتروا من نفس المحافظة اللي هم فيها يعني مستهدفين بمحافظة المفرق قدر الإمكان بحاول كل منتجاته لمشروعه تكون من نفس المحافظة يحرك ويفيد باقي القطاعات الموجودة داخل المحافظة بديشتري معداب بديشتري مواد خام كل هاي الأمور فأنت بتساعد بطريقة وبأخرى في تحفيز الاقتصاد الوطني بشكل عام يعني ساعدتك الله يقدركم على فعل الخير ويقويكم أكثر أكثر إن شاء الله يا رب بتوصلوا لأعداد أكبر من هيك إحنا ساعدين بتواجدك اليوم معنا شرفتنا أهلا وسهلا فيك شكرا لك ساعدتك شكرا على السبافة شكرا لأون تيفي وإن شاء الله يعني شاركتنا مستمرة إحنا وياكم بإذن الله إن شاء الله مشاهدينا مكملين معكم بس بعد هذا الفاصل اللي كمان